حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرقة معك حق من كانوا لصوصا أصبحوا نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمدا لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي كيف نقبل أن نخدع الناس يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخل البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه مارا في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين أوتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه؟ يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكوني ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أمي صدقيني لا حيلة فالرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالحناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ألا تعلم يا أسلم لماذا طلب أبي الإجتماع بنا؟ في الأغلب هذا شأن عائلي أبي يعتبرك واحدا من أولاده يا أسلم صدقني يا عبد الله لا أدري السبب اسمح لي سأقضي بعض الأمور العاجلة تفضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبد الرحمن؟ لا أدري أهو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خير يا أبي هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين قال عمر بن الخطاب لأولاده هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأؤثر إخوتي على نفسي وأنا أيضا يا زوجة أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني قال عمر بن الخطاب بورك لك يا أبني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنزا من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكون كجده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبيا أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس قتادة يا زوجي الطيب ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله يا سهيلة إنهم مثلنا لا يملكون شيئا ولو كانوا يملكون طعاما لأقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى القدور تغلي فوق النار لا يوجد بها غير الحصة ها؟ ها فهمت يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم الحمد لله على كل حال قتادة سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد نعم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا أعرف قصة الدرع ما يعنيني الآن هو الطعام أخجل أن أطلب منه يا سهيلة كيف تخجل وهو عمك؟ حسنا سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل وسيفهم بالتأكيد أرجو ذلك يا قتادة تصبح على خير أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا هذه الرائح يا طغمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد أعوذ بالله من هجار السوء هذا يا إخوتي في الله دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكينية طغمة اسمعوا يا أحبتي في الله الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله خير؟ أي خير يأتي؟ وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ أظن هذا هو المكان ترجمة نانسي قنقر من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي؟ ولم يرد علي السلام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أنظر يا قتادة لقد تخبوا الحائط وصرقوا ثرواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لا بد أن نسرق من أدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السرق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت ما هو حق؟ ستعيرنا قبيلة الأوسي ما حيينة وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فاتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اسمطي أياتها الحمقاء إنها تمزح آه أردت أن تستأثر بثمنه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اسمطي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قتادة ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شؤالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآنا يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يصدق ما جرى أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد كنا على ضلال يا أخي كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشك والبريء نعم تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا فإياكم والظلم ولا تتهم الناس بالباطل لقد صدق الله والدرع لله أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهيب ثمنها لإطعام الناس زيد أمازلت غاضبا مني لقد شككت أنني سارق يا رحيل سامحني يا زوج رأيت الجوال بعيني مدفونا في خضيقتنا أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أدباعه لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم ألا تفكر في الأمر؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت وربي موسى وهارون إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس لا يجعلني في حيرة دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قلت لكم إن الكاذب يهلك صاحبه كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسى لأن يسامحنا كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروقة من الأوس والسارقة من الخزرج ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة لست أفضل منكم حالا لقد كنت كالشيطان الأخرص صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله لكنني كتمت عنه شهادة الحق يا ويلنا مما فعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنه امتحان الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ مع معذرة لا لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد هل ستصيد من غير شباك نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خزوا خزوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأيي أن تداهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة حاسئين حمدا لله تعالى من يغضب الله؟ لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا عرازا آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لمن